تحت عنوان البكاء يجنب كالمرض كتب الدكتور عادل إكراني في الرؤية يقول المنظرون إن البكاء هو ردة فعل للإنسان عندما يكون تفكيره منصبا على الإحباط والفقدان أو عدم الإحساس بالأمان فيتبعونه بالسؤال هل الإنسان بحاجة لأن يبكي؟ الجواب نعم إن البكاء بمثابة منفذ صادق خالص للتعبير عن التصرفات أو القلق المكبوت داخلنا البكاء هو الشيء الذي نحن جميعا بحاجة إلى القيام به من وقت لآخر للخروج من مختلف الأفكار والمشاعر التي يتوقع منا المرور بها لكوننا أعضاء في مجتمع متحضر ولا ننسى أن البكاء مرتبط بالحالة النفسية وبالأخص الحزن والاكتئاب وأول الأعراض التي تظهر على الإنسان المصاب بالاكتئاب هو البكاء الخارج عن نطاق العادة إما بكثافة أو بزيادة نوبات البكاء ومع زيادة الضغوط الحياتية اليومية التي باتت تسيطر علينا سواء في العمل أو المنزل أو الطرقات أصبح العديد منا ينتابه البكاء وتجده يبكي لأسباب لم تعد مهمة له أو لأسباب لم تكن في الماضي تجعله يذرف الدموع فلا يستطيع أن يوقف بكاءه جراء رؤية مشهد محزن أو سماع تعليق أو حتى بدون سبب وإن راجع الباكي نفسه فسيجد أن تفكيره يرتكز على المآسي والكوارث والأمور السلبية ولوم الذات ويغلب عليه الحزن والشعور بضيق في صدره لا يستطيع الخلاص منه وهنا يأتي من الضرورة أن نشارك أحزاننا مع شخص آخر ليس مع أي شخص وإنما المتخصص في هذه الحالات أو الأقرباء الذين يفهموننا كلما فتحنا قلوبنا لهم ومحاولة الخروج من دوامة الحزن بالعودة لممارساتنا الطبيعية والاستعانة بالعائلة والأصدقاء وممارسة الرياضة وختم الدكتور لكراني تذكر المقولة إنه من الطبيعي أن نبكي لخسائرنا وإنه الأمر طبيعي أن نقيم حدادا على الأحلام التي لم نوفق في تحقيقها ولا بأس أن نشعر بالألم ولكن تذكر أنه من الممكن أن نكون بحالة أسوأ ترجمة نانسي قنقر